اهلا وسهلا بكم في قناة دارة الكاميلية. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. هنعمل طريقة عمل شنطة بورزة الجراني. اه احنا بنعمل عبارة عن دايرة. فانا عملت دايرة عباد الشمس. عملت الشنطة كده. دايرة عباد الشمس. الشنطة كبيرة. انت بتعملها باي حجم انت عايزاها. والالوانات اللي انت عايزاها. الشنطة واسعة. كده. تنفح كما صيف. يعني تغذية في المصيف. او آآ للدروس بتحط فيها كتب. طبعا بتاخد كتب اكبر من كده. الشكل دا. هي واسعة وبتاخد كتب كتير. وممكن تعملها صغيرة. ممكن تعملها كبيرة. على حسب التزايدات اللي انت بتعملها في الشنطة. انا عملتها بالالوانات دي. عملتها بعباد الشمس. باللون دا. كده. برضو. وعملت اللون دا. جهة كده. بالشكل دا. انت عملي بالالوانات اللي انت عايزاها اللي تحبيها. فانا عملت. انت ممكن تعملها جهتين بلونين. يعني تلبسها مرة كده ومرة كده. فانا عملها لون. وعملها الجهة التانية ايه? لون. انت عملي باللي انت عايزاه. انا هستخدم هستخدم ثلاثة الوانات ختمة وهاستخدم اللون دا. تلات الوانات. هنبدأ على بركة الله هستخدم ابر اربعة. وابر خمسة. الامونيوم. ومقص. وابر التنظيف واللاع. هنبدأ على بركة الله هبدأ بابر خمسة كده. هعمل دايرة سحرية زي ما تعلمناها كده. احط الفتلة هنا كده. انت ممكن تعملها بخيط صوف زي ما قلتلك او مكرمية. اعمل حرف الاكسي كده. اشد الخيط بتاعي. واختفع سلسلة. بعدين اعمل غرزة نصف عمود. ودي اول غرزة نصف عمود. كمان نصف عمود. هعمل كم غرزة نصف عمود. نصف عمود بنلف الخيط على الابرة وبننزل جوة الدايرة كده. وبنشد الخيط. بما معيه تلاتة على الابرة. بشد الخيط متلاتة. عمل اتناشر غرزة نصف عمود. هعمل الاتناشر وارجع لكم. عملت اتناشر غرزة نصف عمود كده. بشد الخيط بتاعي. كده. الشكل ده. اهو. باجي على اول غرزة نصف عمود. هي دي. دخل ابرتي كده. وبشد اعمل منزلقة. عملت منزلقة خلاص انا خلصت الدايغة الاولانية كده. بشد خيطي كده. وباجي من من غرزة الحشو التانية دي. وبسحب الفتلة. بالشكل ده. اهو. واقص الخيط. بالشكل ده. كده انا قفلت الدايغة بتاعتي. قفلت الدايغة بتاعتي كده بالشكل ده. هدغل خيط كده. بابرة التنظيف او الابرة دي. احطه كده. برجع اخده كده. بقص خيطي عادي. بس او بالولاعة. ويبقى احنا ايه عملنا كده? اتناشر رزة نصف عمود زي ما قولتلكم. هنشتغل قفل لاتناشر رزة نصف عمود دي. احنا بنخش في اي بقى ايه? في اي حلقة من دول كده. والتكن دي. وبشد الخيط بتاعي. بالشكل ده. بعمل ايه? انا شدت الخيط بتاعي كده. ما عملتش حلقة ولا اي حاجة. بجيب الفتلة اللي من وره كده. احطها كده. عشان اسبتها. يعني بص الفتلة هي. الحلقة هي. تمام? بحط فتلتي كده. كده. وبعمل ايه? سلسلة. بعدين اجفة تلتي تاني كده. النحية دي. بعدين اختفح سلسلة. وبعدين. الف الخيط على الابرة. وادخل ايه? شد الخيط. بعدين الف الخيط على الابرة. وادخل اشد الخيط. بعدين الف الخيط على الابرة. وادخل مرات. بعدين اشد الخيط. واخد ايه? اللي هو على الابرة كله اسحابه كده وهو سلسلة. بالشكل ده. ودي اسمها غرزة بف. بالشكل ده. بعدين اعمل كمان سلسلة. بعدين اخش في الضائرة في الغرزة اللي بعدها دي. دي. خش فيها. بعدين اشد الخيط. بعدين الف الخيط على الابرة. واخش كده شد الخيط. بعدين الف كده. الخيط على الابرة وبعدين ادخل كده في السلسلة واشد الخيط. بالشكل ده. واطلع من كل اللي على الابرة كده. واعمل سلسلة. ودي تاني غرزة بف. تمام? الخدة طبعا احنا ده غانا تحت تحت الشغل كده فمش عايزينه. انا هاقصه. بعدين قلسعه. بالولاعة كده. بعدين. دي تاني غرزة بف. بعدين اعمل كمان سلسلة. بعدين في الغرزة اللي بعدها دي. اعمل تلاتة ايه? كده. كده ايه? اول واحدة. لف الخيط واخش تاني واحدة. بعدين الف الخيط. واخش تالتة واحدة. بعدين اخد التلاتة ايه? مع بعض. بالشكل ده وبعدين اعمل غرزة سلسلة. دي تالت واحدة. كمان سلسلة. لف الخيط. الغرزة اللي بعدها. شد الخيط. واعمل تلات ايه? لفات كده. كل مرة لف الخيط وانزل بالابرة. يبقى كده مع بعض واحد اتنين تلاتة ستة كده سبعة. انا شد الخيط. كل اللي على الابرة كده. واعمل سلسلتين. وهعمل بالطريقة دي تلاتاشر غرزة بف. ما بين غرزة البف والبف سلسلتين. كل غرزة بف سلسلتين. هبدأ اعمل بقيت الاتناشر سوري. اتناشر غرزة بف هبدأ اعمله وارجع لكم. كده عملت ايه? عملت كم غرزة بف عملت اتناشر غرزة بف. فانا هعمل كده سلسلة. كده اتنين. وهقفل فين? هقفل كده. هنا كده في السلسلة دي. اول سلسلة اتقابني. بالشكل ده. يعني انا اعتفحت سلسلتين. هقفل في اول سلسلة منه. طبعا احنا بناخد هنقص الخيط كده. انشان هنستخدم خيط تاني. اطلع كده. اسحب الخيط كده الورق. ودريب بقى في الشغل كده. ممكن مسلا تدريب غرز بابرة التنظيف. انت وراحتك. بس اهم حاجة لسعي الخيط المكرمية ده بالولاعة. بالشكل ده. بقت معنا بالشكل ده. اتنشر ايه غرز بابرة فيما بينهم سلسلتين. هنعمل ايه? هنستخدم اللون بقى التالت. هنبدأ بقى نشتغل نشد الخيط بتاعنا كده. بالشكل ده. من اي يعني ما بين اي سلسلتين. برضو عشان ندري الخيط. هاخد الخيط الصغير ده كده. احطه كده. بالشكل ده. عشان اعمل سلسلة كده. تقوم تقفل على الخيط ده. بس. ده كده. طب انا هعمل كمان سلسلة. فانا هاخد الخيط تاني. ارجعه الناحية دي كده. واعمل سلسلة. الشكل ده انت بتثبت الخيط معاك. كمان سلسلة. هلف الخيط على الابرة. وهخش هنا كده. هيبقى معايا تلاتة على الابرة. هشد. هطلع من اتنين. وهيبقى معايا اتنين على الابرة. هسيبهم زي ما هم. بعدين الف الخيط. طبعا ده اسمه عمود غير مجتمع. هلف الخيط. وادخل كده. شد الخيط. هطلع من اتنين. هيبقى معايا تلاتة على الابرة. انا هطلع بقى من تلاتة. دي اول البتلة. اول بتلة هعمل كده. هيبقى معايا تلاتة. طبعا تاني واحدة هيبقى معايا اربعة. لان انا عاملة هنا مرتفعة هنا سلسلتين. فانا هعمل سلسلتين. عايزة تعملي تلات سلاسل هنا ما فيش اي مشكلة. بس انا هستخدم سلسلتين لان الخيط ده تخيم. هلف الخيط. واروح البتلة ما بين البتلتين دول. يعني كل يعني انا هشتغل هنا كده. هشتغل بقى البتلات دي هشتغل هنا. هنا بالشكل ده. ما بين السلاسل دي اللي انا سبتها. تمام? دي. هلف الخيط. وهجي كده. بقى معايا تلاتة على الابرة. اطلع من اتنين. بقى اتنين. هلف الخيط. وشد الخيط من هنا كده. واطلع من اتنين. بقى معايا تلاتة على الابرة. هلف الخيط واطلع من اتنين. تاني. طالت كده احنا عملنا تلت مرات. يبقى معي اربعة الابرة اخد الاربعة مع بعض. طبعا انت ممكن مسلا لو انت بتعملي بخيط صوف تعملي الاعمدة الغير مكتملة دي تعملي بدل ما يبقى معاك. اربعة الابرة تعملي خمسة. هنرتفع سلسلتين. ونروح على الفرار اللي بعده ونعمل اعمدة غير مكتملة. نطلع من اتنين يبقى اتنين على الابرة. نلف الخيط ونطلع من اتنين تاني يبقى كمان تلتة على الابرة. لف الخيط ونطلع من اتنين يبقى اربعة على الابرة. كده عملنا تلت اعمدة غير مكتملة. بقى معنا اربعة اي حلقات على الابرة باخد الاربعة مع بعض. وبختفع سلسلتين. هنروح للفراغ اللي بعده. احنا بنشتغل في الفراغات دي. يعني احنا بنشتغل في الفراغات دي. اعمل غير مكتملة زي ما احنا ايه عملناها كده? انا هعمل في الفراغات دي تلتاشر. ايه بقى اتناشر عمود. اتناشر بتلة من دول. اعمل غير مكتملة وارجع لكم. ايه? وصلت الاخر الدور. بقى معي اتناشر كده بتلة. هنختفح سلسلتين. وهنقفل فين? هنقفل هنا كده. فاول تلت سلسل احنا عملناهم. بالشكل ده. طبعا وانا خلاص الخيط ده بقى مش عايزاه. يعني انا بقفل كده. مش عايزة الخيط هشده كده. واقصه طبعا. بالشكل ده. واخفي الخيط بقى. اشتركوا في القناة. طبعا بقت معي دايرة بالشكل ده. احنا طبعا لحد دلوقتي احنا عاملين عاملينها كدايرة. عايزين بقى نعمل مربع الجراني. هنقسم الاتناشر دول لاربع اجناب. يعني كمربع. هنعملهم كمربع. ما بين كل اتنين واتنين زاوية. هنعملها ازاي? هنبدأ من اي مكان كده. بالشكل ده. شد خيتي كده. زي ما قلتلكم بنسبت الخيط ازاي? بنجيب خيطنا كده. خيط اهو اللي انا شدته. بجيب الخيط اللي هو منورة كده. قدامي. قدامي كده. قدام الفتلة دي. بجيب الخيط ده. قدام الفتلة دي. عشان اعمل عملية تثبيت. كده. واختفع سلسلة. واشد خيتي كده. بالشكل ده. كده انا سبت الخيط. اجيبه تاني كده. عشان انا هعمل كمان سلسلة. كمان مرة. خلاص كده انا سبت خيتي. لو انا عايز اقصه برضو كده. عادي والسع وما فيش اي مشكلة. بس انا بحطه برضو تحت الشغل كده اللي انا بشتغل. فاول بتلة بعملها بحطه تحت الشغل. هعمل ايه? هعمل عمودين. بالشكل ده بقى معايا تلات اعمد. بالشكل ده. هروح على الفراغ اللي بعده. واعمل تلات اعمد. ما بعملش سلاسل بقى ايه? سوري عشان انا كده نسيت واشتغلت بابراكام اربعة. فانا هفك تاني. واعمل تلات اعمده. منهم ايه? تلات سلاسل اللي انا عملتهم. بالشكل ده. بعدين اروح على الفراغ اللي بعده. واعمل تلات اعمده. بعدين الفراغ اللي بعده. اعمل تلات اعمده. بعدين الفرر اللي بعده. هنعمل بقى اول زاوية. طبعا هي دي اول زاوية واحنا ما نيجي نقفل هنا بنعمل تلات اعمده. دي اول يعتبر اول زاوية وهنا ايه? هنا اتنين. تلاتة تلاتة. وبعدين هنعمل تلاتة اعمده هنا. اول زاوية. تاني زاوية بتاعتنا دي. هنعمل تلاتة اعمده. سلسلتين. تلاتة اعمده. بالشكل ده. الفراغين دول تلاتة تلاتة. وبعدين. هروح اياه تفرد معي. بس هي تبقى كده. وبعدين اروع الفرر اللي بعده اعمل تلاتة اعمده. بعدين الفرر اللي بعده تلاتة اعمده. هنقسم اللي اتناشر. التلاتة فاربعة واتناشر. وهم اربع اركان. فاحنا هنقسم ايه? كل كل اتنين بتلا هنعمل. كورنر. كده. هعمل كده تلاتة اعمده. في الزاوية دي. تلاتة اعمده. سلسلتين. لازم عشان تعملي مربع الجراني لازم يبقى اربع اضلاع. يعني لو اي عدد زوجي هتعمليه. تقسمي ايه اربع زوايا وتشتغلي. ده ده من اساسيات مربع الجراني. يعني حتى لو عملت الدايرة كبيرة وانت عايزة تعملي خلاص تعمليها بقى تعمليها عبارة عن مربع. هتعملي اربع زوايا. اربع زوايا تقسمي الدايرة لاربع زوايا. ايا كانت الدايرة كبيرة صغيرة زي ما انت عايز. اهم حاجة يكون العدد زوجي يقبل الاسم على اربع. هنعمل تالت زاوية. تلات سلسلتين. تلات اعميدة سلسلتين. تلات اعميدة. تلات اعميدة. لازم تعد الاعميدة بتاعتك. عشان في الاخر هتعوزي عدد يعني هتعملي المربع ده عبارة عن اتنين مربع. يبقى عدد الغرز هنا زي عدد الغرز اللي انت هتعمليه في المربع التاني. دي تلات زاوية. هخش اعمل في الفراغ ده. تلات اعميدة. بعدين هنا تلات اعميدة. على فكرة الشنطة شكلها جميل جدا 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 وبتخلص بسرعة. ما اعمل تلات اعميدة. تمام? وبعدين. هنعمل سلسلتين. وهنقفل في اول عمود اول تلات سلاسل اللي احنا عملناهم اللي هي دي. بالشكل ده. كده احنا ايه? اسسنا المربع بتاعنا. بالشكل ده. يعني اعملنا الايه? الدايرة. وبعدين بدأنا نعمل مربع الجهان. انا هستخدم بقى نفس اللون ده. انت لو عايز اتغيري اللون ما بين كل مربع ومربع غيري. انا هشتغل بالخد ده. هشتغل بقى هنبدأ ازاي? هنختفح تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. ونجي في قلب الايه? التلات ايه? تلات السلسلتين دول. هنعمل كمان عمودين. دي واحد ادي اتنين. يبقى معانا كده بالتلات سلاسل تلات اعميدة. هروح الالفراغ اللي بعده. طبعا انا عمري مش هعمل تزايد في الفراغ ده. انا بعمل تزايد. في الكورنر وبس. يعني كل فراغ من دول بعمل تلات اعميدة. باجي للكورنر بعمل هنا تلات اعميدة سلسلتين تلات اعميدة. كده انا عملت تلات سلاسل. طبعا ده كورنر. اما بنجي في الاخر هنا بنعمل برضو تلات اعميدة زي التلات اعميدة دول. يعني هعمل اما ده كورنر هعمل هنا تلات اعميدة في الاخر وسلسلتين وتلات اعميدة. جينا للكورنر طبعا احنا بنتزايد عندنا بيبقى هنا كده في الفراغات دي. بنعمل التلات اعميدة دول سبتين في كل فراغ. حتى لو احنا عملنا المهبع يعني كبير زي ما انت عايز. بنجي في الكورنر وبنعمل كورنر زيه وبنعمل ايه? تلات اعميدة. سلسلتين. تلات اعميدة. كده انا عملت كورنر. طبعا ايه? في الفراغ ده هعمل تلات اعميدة. في الفراغ ده هعمل تلات اعميدة. في الفراغ ده هعمل تلات اعميدة. هجي في الزاوية دي اعمل ايه? تلات اعميدة. سلسلتين. تلات اعميدة. هعمل هنا تلات اعمدة تلات اعمدة يعني هما ايه كانوا اتنين هنا في الدور اللي بعده هيبقوا تلاتة في الدور اللي بعده هيبقوا اربعة وما بينهم ما بين الزوايا كده فانا ايه هعمل كده الاخر الدور في الزاوية هعمل زاوية في الفراغ هعمل تلات اعمدة بس فانا هوصل الاخر الدور وهجعلكم وصلت الاخر الدور كده هعمل في الكورنر ده اللي هي الزاوية هعمل تلاتة اعمدة سلسلتين وهقفل في اول ايه عمود انا عملت كده اول سلسلة من اول عمود من هنا فوق بالشكل ده طبعا انت بتعرف اتغير اللون لو انت عايز اتغير اللون انا مش هغير اللون انا هستكفي اه بالتزايدات دي انا هستكفي هنا كده التزايدات دي اللي هي روزة انا كده عملت المربح فانا هعملها شنطة صغيرة مش هعملها كبيرة هعملها اطفال صغيرة فانت لو عايزك تكبريها انت بتعملي ايه انا عاملة مسلا ايه انا عملت دورين في دي ادي دورينهم خلصت انت ممكن تعمليها كم دور يعني خمس ستة ادوار تعملها بالحجم ده تشتغل زي ما انا بشتغل كده هتعملي تلات اعمدة هنا في في الكورنر ده وتبدأي تعملي في الفراغات زي ما قلتلك تلات اعمدة تجي للك تعملي كورنر طبعا تلات اعمدة سلسلتين تلات اعمدة في الاربع اركون بتعملي كده حتى لو انت عملتي كمفرش كبير حتى بتعملي بنفس التزايدات دي انا كده وقفت تزايدات بس انا هعمل هأسس بقى ان انا عملها شنطة ازاي انا كده خلصت بس انا هعمل نصف عمود يعني هأسس من هنا كده نصف عمود فهعمل ايه مش هشتغل بقى جوه هنا الكورنر فانا هعمل سلسلتين وده بمثابة نصف عمود اللي هو العمود ده وهاجي على العمود اللي بعده واعمل نصف عمود وهاجي على العمود اللي بعده وهعمل نصف عمود في كل غرزة من الغرز دي انا هعمل فيها نصف عمود الشكل ده كل حلقة ايه حرف فيه هخش فيها كده واعمل ايه نصف عمود بالشكل ده هعمل لحد ما وصل للكورنر وهجعلكم كده نصف عمود لحد ما وصلت للكورنر المكان ده السلسلتين هعمل ايه بقى خليكي معي هعمل هنا تلاتة نصف عمود ادي كده تلاتة كده اتنين كده تلاتة تلاتة اعماء تلاتة آآ تلاتة غرزة نصف عمود نيجي على ايه على العمود ده الحلقة بتحت اهي ما ننسهاش اهي هنعمل نصف عمود دي بعد النصف عمود بعد النصف عمود هنعمل على كل عمود نصف عمود لحد ما نوصل للكورنر بنعمل تلاتة نصف عمود سلسلة تلاتة نصف عمود ونبدأ نعمل نصف عمود في كل ايه في كل عمود من دول معادة كورنر طبعا بندخل نعمل هنا تلاتة تلاتة نصف عمود سلسلة تلاتة نصف عمود انا هعمل لاخر الدور بالشكل ده وهيجعلكم انا وصلت لاخر الدور كده هعمل هنا تلاتة نصف عمود بعدين سلسلة وهعمل ايه هعمل تلاتة نصف عمود تاني واحد اتنين تلاتة وهقفل فين هقفل في النصف عمود الاولاني ده السلسلتين اللي انا اختفعت بيهم انا هقفل هنا كده بالشكل ده وكده بخلصت الايه المربع بتاعي اللي هأسس الشنطة بيه الصغير طبعا انا زي ما قلت لك كده تشد المربع كده واثبطه شغلك لان اخيات المكرمية بيبقى ايه عامل بالشكل ده لازم تمطي كده عشان يفرد معاك ايه انا كده خلصت المربع بتاعي انت لو عايزة تكبري عن كده بتعملي نفس النمط اللي احنا شغالين به بيه ده زي ما قلت لك احنا بنشتغل بس في الايه في الفراغات دي انما ما بنجي ناسس بنشتغل حشوة على الايه عالجوانب كلها وبنشتغل هنا اه سوري نصف عمود عالجوانب كلها طبعا انا خلصت كده بس انا عايزة خلاص هأسس الشنطة فعايزة ابدأ من السلسلة اللي انا عملتها في النص ده فانا كده هقفل هقفل الشغل بتاعي هقص الخيط الشكل ده وهاجب كده من هو اصحاب ايه? اصحاب الخيط كده واخفيه انا هاجي كده عالسلسلة عالسلسلة اللي انا ايه? اللي انا عملتها دي دي دخل ابرتي كده بس ادخلها في الحلقة الخلفية يعني الحلقة هي انا ادخل ابرتي كده في الحلقة الخلفية من السلسلة اللي في المنتصف اللي احنا عملناه اللي هي في الزاوية في نهاجي كده شد خيتي واختفع سلسلة وبعدين كمان سلسلة دي انا عملت ايه? اول غرزة نصف عمود بس في الحلقة الخلفية يعني سلسلتين بمثابة نصف عمود هاجي عالسلسلة على الحرف الفي اللي بعدها اللي هي النصف عمود على كل نصف عمود من اللي انا عاملاه واخش في الحلقة كده خلفية واخد ايه? اعمل نصف عمود وبعدين نصف عمود في كل حلقة من الحلقات دي حرف فيه بعمل نصف عمود بالشكل ده باخد بص حرف الفي كده كده بالشكل ده اهو حرف الفي بتاخده كده وبتاخدهش الحلقة دي بتاخد الحلقتين دول كده مع بعض يعني ايه? ادخل ايه بغيتي كده لف الخيط وادخل ايه بغيتي كده هلاقي ايه? الايه بغي دخلها في حلقتين الحلقة الحلقة اللي الباكلوب والحلقة اللي ايه اللي تحتها كده واعمل ايه? نصف عمود بالشكل ده هيبقى معي كده بالمنظر ده انا هعمل لحد الكورنر هنا وهجعلكم كل حلقة خلفية هعمل نصف عمود وهجعلك ايه? هقولك نعمل ايه في الزاوية دي عملت كده على كل ايه? نصف عمود عملت عليه نصف عمود في الباكلوب او الحلقة الخلفية هيبقى معنا السلسلة دي اللي احنا عملناها في الكورنر هنعمل فيها ايه? هنعمل فيها تلاتة نصف عمود واحد اتنين تلاتة لو انت بتعمل النصف عمود وما انتش عارفة السلسلة فين حتة علم السلسلة بماركر وانت بتعمليها بس بس هي معروفة لان ده اول ده اول نصف عمود اهو تحته نصف عمود تاني نصف عمود تلات نصف عمود ودي السلسلة انا عملت فيها تلاتة نصف عمود مش هعمل سلسلة ولا حاجة انا هاخد كده في تلاتة نصف عمود اللي بعدهم هعمل غرزة نصف عمود عادي بقى همشي ايه عادي كل غرزة هعمل فيها ايه نصف عمود بالشكل ده لحد ما وصل الكورنر التاني وهرجع لكم الكورنر اللي بعده اللي هي الزاوية اللي بعدها هعمل تلاتة ايه نصف عمود الحلقة الخلفية كده وغرزة السلسلة اللي احنا كنا عاملينها بالشكل ده وبعدين ابدأ بقى اعمل عادي نصف عمود في كل ايه نصف عمود اعمل فوقي غرزة نصف عمود في الحلقة الخلفية انا هعمل لحد فين هعمل هشتغل لحد هنا لحد الغرزة دي انا مش هشتغل هنا بقى انا هيبقى نهيت السطر التاعي هنا المفروض بكمل لحد هنا لا انا مش هكمل لحد هنا انا هعمل هتبقى دي القفلة بتحتي انا هعمل لحد هنا على كل نصف عمود هعمل نصف عمود في الحلقة الخلفية وارجع لكم هتدور كده هعمل هنا كده نصف عمود في الحلقة في السلسلة اللي احنا عملناها واحدة بس نصف عمود مش هنعمل بقى اتنين ولا تلاتة زي ما احنا عملنا هنا كده سلسلتين في اول اول اه سلسلة في في الكورنر ده في السلسلة اللي في المنتصف انا هعمل هنا ايه نصف عمود بس وهالف الدور بس هغيري الابرة دي خمسة هغيري الابرة اربعة هاختفح سلسلة ولف الدور كده هيبقى ايه هيبقى جوة الشنطة ده وش الشنطة وده جوة الشنطة هيبقى قدامي كده فانا هعمل غرزة حشو عادية خالص كده في ايه في حقفل في كل يعني مش هعمل في الحلقة الخلفية ولا حاجة فاول كده اول غرزة حشو هشتغل غرزة حشو هلف بغرزة الحشو كده 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 مش هعمل تزايدات في الكورنر بقى خالص كل كل غرزة نصف عمود على غرزة حشو حشو لحد هنا مش هشتغل هنا يعني انا اخر هنا انا هعمل لحد هنا كده واجعلوكم وصلت كده لاخر الدور ده ضهر الشنطة وده وش الشنطة فانا هعمل ايه طبعا انت هتعملي كمان واحدة زي دي نفس اللي انت اشتغلتيه سواء انت اشتغلتها كبيرة سواء انت اشتغلتها صغيرة هتعملي نفس ايه الادوار ونفس الحاجة اللي انت عاملها في الاولانية عاملها في الايه التانية عشان انت بتطبقوهم على بعض بس المقاس اهي فانا هعمل ايه دي ضهر الشنطة انا هحط الوش كده على الوش عشان ايه كده هنقفل الشنطة فانا هزبق كده هجيب مسلا ايه دي اول الشنطة انت ساعة ما تحط اول الشنطة كده اول غرزة هتحط كده ابرتك هنا كده وهتسحب ايه الخيط بتاعك بالشكل ده سحبت الخيط بتاعك كده هختفع سلسلة وهدخل في الغرزة دي وسطها غرزة ايه وسطها غرز كده بالشكل ده انا هسحب كده وهعمل منزلق هطلع من الابرة من الحلقة اللي على الابرة كده بالشكل ده تاني غرزة حرف الفي وبسط حرف الفي شد الخيط واعمل منزلق انا هقفلها بمنزلق طبعا اللي مش عارف يقفلها بمنزلقة بيلضم الابرة بيلضم ابرة التنظيف في الخيط وبياخد حلقة قدام حلقة وبيخيط عادي خالص خيط عادية خالص بتلضم الابرة في الخيط كده هنا وبتخيطي ايه كل غرزة اصاد غرزة لحد ما بتوصلي لحد هنا كده بالشكل ده لحد هنا كده بتخيطي الشانط فانا ايه هعمل كده منزلقة كل حرف في اصاد وحرف في هعملوا منزلقة كده كل غرزة اصاد غرزة مدام انت عاملة نفس الاعداد هتلاقي الشانطة معاك كل غرزة اصاد غرزة انا بعملها منزلقة انا هكمل لاخر الدور منزلقة وارجعلكم كده ايه خلصت الشانطة هلضم بقى ابرة التنظيف طبعا انا مرس عالخيط ما تتلضمش الابرة دي هامل كده اسبت بس الخيط كده اخي الشانطة الشكل ده اخفي اسبت بس الخيطbook اسبت بس الخيط اسبت بس خيطة طبعا ده الضهر بتاع الشنطة فانا هقلب الشنطة كده. بتتقلب معي في كله سهولة. بقت الشنطة معي بالشكل ده. هي جميلة جدا جدا في لبسة. زي ما قلتلكو تقدروا تعملوها باي حجم انتو عايزينو. هنعمل بقى انت ممكن تغكيب لها بقى زراع كابسولة يعني هي اصلا كده كده قفلة نفسها سوستة زي ما انت عايز. حلقة زي كده. للشنطة. زي ما انت تحب بتقفليها عمليها يعني بيه. لتقفلي بيه. عايزين نعمل بقى حبل للشنطة دي. هنعملو ازاي? ممكن طبعا تشتغلي. تبدأ تشتغلي دوران للشنطة كده. كده. دوران كده. تشتغل بروزة الحشو او رزة النصف عمود. انا بفضل ان انا سيبها كده. مش عايزة اكبر هزيادة عن كده. اجواني بالشنطة هي. مقفولة كلها مزبوطة. الشنطة واسعة من جوة. هنعمل بقى حبل الشنطة مع بعض. حبل الشنطة ده انت ممكن تعملها اي حبل انت عايزها تختغيه يعني. بس انا يعني بقى هعم قولك حبل الشنطة ده احنا هنعمله ازاي? وهقولك اسم حبل الشنطة ده. الحبل اسمه حبل اللي سيه الرومان. انا بغتفح سلسلتين. وفي اول سلسلة كده بخش. يعني انا اغتفحت سلسلتين. في اول سلسلة بخش كده. يبقى معي اتنين على الابرة. باخد اللي اتنين مع بعض. بالشكل ده. بعدين بلف الشغل. ومعي هنا كده. اللي انا طلع منها دي معي حلقتين. شد الخل كده. واعمل غرزة حشو. بعدين هلاقي هنا كده. حلقتين. بخش فيهم. يعني انا اعملت غرزة حشو. بضيع الشغل كده. بلاقي حلقتين هنا كده. بعمل حشو. هلف الشغل كده تاني. هلاقي الحلقتين هم. دخل ابرت فيهم. ما بيبقوا في الاول يعني ايه? حشو. هلف تاني في حلقتين هم. هده خلق بريد فيهم. واعمل غرزة حشو. بعدين حلقتين. اعمل غرزة حشو. بعدين حلقتين. بغضل في الشغل. اعمل غرزة حشو. بعدين حلقتين هم. اعمل حشو. كل ما اعمل حشو. ولف كده. هلاقي حلقتين في الجنب كده. اخدهم. واعمل حشو. واحنا نبدأ حبل الشنطة اصلا بحلقتين. بعدين هنا كده. حلقتين حشو. لحد ما بقى توصل للطول اللي انت عايزها للشنطة. لحبل الشنطة. ممكن حبل اللي سير روماني ده ينفع كحزان. تعمليه كحزان. بينفع لحاجات كتير يعني. بيقدل الشنطة. لو انت عامله مثلا بخيط رفاية اللي هو خيط الصياد. بينفع كأسورة. هو مش واضح معايا. يعني لي استخدامات كتير. طبعا هعمله معاكم ان شاء الله تاني. في حلقة بازن الله. وطول ما احنا بقى بنطلع بالاضوار بناخد ايه? بنلاقي الحلقتين دول كده بندخل كده ونعمل حشو. نسحب الختم الحلقتين. الشكل ده. يبقى معنا حلقتين عالقبرة بنطلع منه. بيبقى بالمنزر ده. طبعا انا عاملة واحد عشان ايه? آآ الفيديو. مطولش عليكم الفيديو انا عاملة واحد. انت لو عايزة تعمليه عريض زي ايه دي الشنطة معايا. عريض زي ده كده. انت بتخلص الحبل بالطريقة اللي انا قلت لك عليها دي. بتشوف الطول اللي انت عايزاها بس بتطولي شوية. علشان خاطر المنزلقة فيه. بتأثر الحبل شوية. فانت هتعمل ايه? فنفرض ان انا خلصت الحبل خلاص. كده. انا خلصته كده. انا بعمل بقى منزلقة كده. كاني خلاص خلصت الحبل. خلص معايا الحبل. بالشكل ده. فيه الحلقتين الحلقة اللي على الجنب دي. هعملكو بقى بس اتغيرها عشان خاطر. تبقى ايه? تخش معايا. الحلقة اللي على الجنب دي ان انت خلصت مسلا الحزام اللي هتعمليه او الحبل اللي هتعمليه. فيه حلقة عالجنب اهي? اهي. انت بتيجي كده. بتيجي مطلعة منها الخيط كده وعاملة منزلقة. تيجي على الحلقة دي كده. كل حلقة في الجنب كده تيجي عاملة منزلقة. والحلقة اللي في الجنب دي وبتيجي عاملة منزلقة. كل حلقة في الجنب من دول بتدخل ايباراتك بالشكل ده تعمل ايه منزلكم? بالشكل ده. احنا بنقول فلنفقد ان احنا خلاص طولنا الايه? ايد الشانطة. بالشكل ده. وما وصل لاخر الدور هيبقى معايا كده. ما وصل لاخر الدور بالشكل ده. لو معايا حلقة ان انا بغكيبها في الحبل ده. بعمل حشو كده في قلب الحلقة. معيش حلقة بعمل حلقتين كده حشو. كده وانا بلف الشانطة بعمل حلقتين. باجي عالجنب كده وبعمل منزلقة برضو. باجي عالجنب كده واعمل منزلقة. بالشكل ده. كل كده عالجنب واعمل منزلقة. كده اعمل منزلقة. كده. كده. ده طبعا اول الايه? اول الدور فا عايزة تخفيه خفيا. تعملي بقى حشو هنا كده. حشو هنا كمان برزة حشو هنا. بس كده وبتطلع. ده الحبل. بالشكل ده. يبقى معاك بالشكل ده. عايزة تعمليه من غير منزلقة اعمليه. هيبقى حبل معاك خفيا. انا بقى عاملة واحد بالطول ده. شكله جميل ازاي? وسهل وبسيط ومش آآ في عميله. وبيخلص بسرعة. انا هلضم كده. سيبقى ايه? في اوله كده خيط وهلضم كده. واخش جوق الحبل كده. الشكل ده. اسبت الخيط. عشان اخيط الشنطة. حاجة كده. حط شنطتي كده وفي النص كده. شفت الفتح اللي في النص دي. انت عايزة تركيب لها حلقة بقى اللي هي سهلة الفتح دي. زي كده. عايزة تركيب حلقة سهلة الفتح كده. هنا كده. اللي هنا. تركيب فيها الحبل ما فيش مشكلة. بس انا بفضل ان كله تبقى منها فيها كده الشنطة. دي ستايلها كده. حطش فيها آآ يعني حلقات. هي سهلة كده بتيجي كده. انا هخيطها كده. حط الحبل كده. في المنتصف. خش بابرة كده. وخيطها تخيط عادية. كده. هخيط بقى حبل الشنطة وارجعلكم. الشنطة. خيطت ايدي الشنطة بقت معي بالشكل ده. اهي. انت خلي بالك وانت بتخيطي ايدي الشنطة. خيطها من هنا عديلي الحبل كده. بتاعي الشنطة. بقى بالشكل ده. بالشنطة واسعة وجميلة. لو عجبك الفيديو احلى متابعين زهرة الكاملية اعملي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.